فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية والجهل أيضا والمراد بالجهل هنا ليس عدم العلم وإنما الجهل عدم الحلم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين فالجهل يطلق ويراد به عدم الحلم وعدم التأني والتروي في الأمر والنظر في العواقب هذا هو الجهل ولهذا قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ليس الجهالة معنى عدم المعرفة الحكم الشرعي لا الجهالة المراد بها عدم التأني والحلم والتروي في الأمر